ما زلنا في الأحداث اللي بتدور في مصرنا الحبيبة لمستقبل إن شاء الله المفروض يبقى أحسن من اللي فات ومن الأحداث اللي بتحصل حوالينا في الوقت الحالي من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بتحصل حوالينا دلوقتي هو وضع الدستور طبعا الجدل الخاص برئاسة الجمهورية هنتكلم فيه بالفعل لكن اللجنة الخاصة بوضع الدستور من آخر الأحداث اللي حصلت هو انسحاب حزب الوفد من اللجنة الخاصة بوضع الدستور حوالينا بقى الأحداث دي خاصة بالدستور وحوالينا الحاجات الخاصة أو الأمور الخاصة بالإخوان المسلمين وترشح الإخوان المسلمين والأستاذ حازم أبو اسماعيل وأمور كلها لحضراتكم أكيد حفظينها وعايشين فيها معايا اتنين ضيوف الحقيقة بيشرفوني في الستوديو بيشرفون نهارك سعيد وهو المهندس حسام الخولي سكرتير عام مساعد الحزب الوفد والأستاذ جورج إسحاق عضو الحركة الوطنية للتغيير صباح الخير إفن صباح الخير إزاي حضراتكم أهلا سعيد صباح جورج وابلن مطلع على الهوى حالا بتقول لي أن الشباب المفروض أنه هو يبقى عنده حالة من الأمل في بكرة وأنه يبقى فيه عنده حالة يعني أنه مستفشر خير حضرتك شايف أن إحنا يعني حالتنا النفسية وحالتنا في الوضع الحالي في مصر مستفشرة خير قوي أولا حالتنا النفسية قويس قوي لكن أنا عايز أقول أنه مصر هي دولة حاجة كبيرة يعني مفيش أي طيار يقدر يسيطر عليها ولا اتجاه يقدر يسيطر عليها ولا كل الكلام ده كلام وهم مش هيحصل ليه بقى؟ العالم العربي ده كان فيه دولتين العالم العربي ده كله في دولتين والبقى عبارة عن قرى ترفع لهم عالم كده وزي ما إحنا عارفين اللي بيلعبوا دور رئيسي دلوقتي ومجننين الدنيا كلها عشان إحنا دورنا راح مصر بوزنها وتقول لها ده كان فيه دولتين في العالم العربي فيه العراق ومصر العراق ضمرها الأمريكان اللي بيسندوا الطيارات الموجودة دلوقتي حاليا اللي بيلعبوا دور أساسي في توزيع أدوار وإنهم بيرحبوا قوي إن طيار معيني يسيطر أمريكان شر الدنيا ولذلك إحنا يجب إن إحنا نتنبه كويس قوي إلى إن مصر دي دولة كبيرة مصر واعدة مفيش طيار هيقدر يسيطر عليها حرج على سيادتك بعد إذنك وأمسك من اللي حضرتك قلته وأروح للمهندس حسام الخولي من ضمن الحاجات اللي بتقول إن إحنا مفيش طيار معين حيسيطر على مصر وده اللي أنتوا عقاد غالبا عملتوه إن أنتوا انسحبتوا بشكل أو بآخر من اللجنة الخاصة بوضع الدستور ليه انسحبتوا دلوقتي ما انسحبتوش من الأول مع الناس اللي انسحبت؟ وليه أساسا انسحبتوا؟ لا حاجتين أول حاجة ليه أساسا انسحبنا؟ لأن إحنا حطين معايير لاختيار الجامعية لتأثير الدستور من الأول ومقدمين بينها الاختراح وعملينها كنا بطريقة عملية جدا بمعنى ما كنا بنقول سبعين وثلاثين ما عملناش زي الأحزاب أو ما عملناش زي الإخوان المسلمين عن الحزب الحرية والعدالة وقعدنا نقول أربعين وستين بس أو سلفيستين ستين واربعين ولكن احنا عملنا مشروع قلنا مين الأول السبعين أو مين الأشخاص اللي مفروض يدخلوا في الأول لقناهم سبعين فقلنا يبقى تلاتين يعني احنا عملناها بطريقة ما نسحبناش من الأول ليه لأحنا نسحبنا من الأول نسحبنا من الأول خالص ما فيش حد حضر الجلسات إنما هو القصة ليه بعثنا الجواب مبارح بالانسحاب الرسمي لأن احنا أما قلنا احنا منسحبين وقلنا لأعضاءنا ودكتور ساد البدوي كان عضو موجود في اللجنة إحنا منسحبين وما حدش يروح طلع علينا حزب الحرية والعدالة علينا وعلى الناس كلها اللي مراحتش قال لا ده غياب مش انسحب لأن ما وصلنيش جواب رسمي نعم فسموه غياب إنما يمفروض حزب زي الوافد أو الأحزاب التانية أو حتى شخصا اعتباري نفترض للأستاذ جورج قال في الجرائد وقال أنا منسحب ومرحش يبقى منسحب فكون بقى ينتقل مثلا أستاذ جورج مراحش لا ده غايب مش منسحب فاحنا بعثنا جواب رسمي عشان تبقى حاجة رسمية سلمناها رسمي لا احنا منسحبين يعني زي قرارنا الأولاني فاحنا ما تأخرناش ده قرار متأكد من الأول خلص مع المجموعة اللي موجودة احنا حتى بعدين كان الأزهر محكمة الدستورية ده كان بعد الوافد ده وضع طبيعي المعايير دي نفسها ما ما تحطتش أي حاجة ممكن نساوم فيها أو نتفق فيها إن الأغلبية أو الأكثرية لها الحق في انتخابات رئيس جمهورية لو جابوا الأغلبية لهم الحق في ترشيح في مجلس شعب اعترفنا بالنتائج وأن لازم نصلح نفسنا ولكن مع سوء الأداء ومع سوء المناخ حتى لو المناخ كان أحسن شوية أو تغربة كانت حتغير في نتيجة بس كان حيبقى الأول أول والتاني تاني والتالت تالت ما عدناش نزايد ونقول لأ دا المناخ كان وحش فإحنا عشان كده طلعنا التانيين أو التالتين إلا الجامعية التأسير لدستور إلا دستور مصر دستور مصر من الأول خالص بما فيها حزب الحرية والعدالة أو خلاص بقى ما بقاش في حاجة اسمها حزب الحرية والعدالة حقيقة بقى حاجة اسمها إخوان مسلمين لا 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 دا كلام أنا مش موفق عليه تماما أستاذ حسان أنا ما ليش دعوة بالإخوان خالص أنا بتكلم راجل سياسي بتكلم عن الحرية والعدالة طيب أنا حاول يعني الخلط دا ضروري ضروري إحنا كسياسيين ما نرددوش ويقولولنا مين هم الإخوان ومين هو اللي يريعوا عدالة لأنه الخلط دا بيديهم فرصة أنه هو بيكلم بلسانين لا حضرتك أنا متفق مع حضرتك تماما ولكن أنا ليه بقول كده أنا بقول كده إعازم بحاجة أنا شفتها غريبة جدا ترشيح الأستاذ خير الشاطر اللي هو مرشحا حزب الحرية والعدالة صح كده اترشح منين يا فانت البيان والمؤتمر كان فين ومين اللي قدمه ومين اللي قدمه دا اللي أنا أصبح إحنا متفقين في مقر الإخوان المسلمين يعني حتى في الترشيح بأي صفة بأي صفة سيادتك ومين اللي مسك الميكروفون وقدمه دا ما كانت أساسا موجود هذا لا يا ليت لا يا صح المرشد ما هو دا احنا بنتكلم احنا بنتكلم دلوقتي على الترشيح دا كان كلام يا فانت يا عم حسام هذا كلام ضروري يودان هذا الكلام ضروري يودان انت بتتكلم انت بقى لك جناح سياسي وعايز الحزب بتاعت يرشح واحد للرئاسة الحزب هو اللي يرشح انت خلاص دورك انتهى انت بتتكلم هو دا الخلط وهو دا الفوضى اللي موجودة في مصر الدولة حاليا انك انت مش عارف مين بيتكلم باسم مين ولا مين اخد اذن من مين ولا دا تصريحه ايه ولا دا صفته ايه اه جماعة الاخوان جماعة كبيرة جدا وضخمة ولها كل الاحترام والتخدير بس صفاتها ايه قانونية هو دا الكلام لكن انت عندك صفة قانونية بانك انت عندك حزب سياسي اللي يرشح هو الحزب السياسي اطلع كده تخوف الناس بالمنظر اللي انت عملته دا دا لا يليق اطلاقا طب الفوضى اللي حضرتك من هذا المنهج الغير مقبول الفوضى اللي حضرتك قلت عليها دي كثيرين ينطفق مع حضرتك ان فيه فوضى وكثيرين بيقولوا لا مش فوضى دا طبيعي جدا بعد ثورة مين اللي يحسم الموضوع دا مجلس العسكري المجلس العسكري ازاي المجلس العسكري اللي هو اللي هو بيمث الرئيس الجمهورية حاليا اللي هو رماية الميزان في المجتمع المصري احنا مش شايفينه مرة رماية الميزان من وجهة نظر حضرتك من وجهة نظر حضرتك المفروض ان هو يفصل ازاي يفصل انه اولا انت طالع بصفتك ايه هو احنا عاديين في عزبة هو احنا عاديين في قرية احنا عاديين في دولة انت طالع بالها الأمان وان struggled ايه يعني ولا فيه ود حاجة تفود وحاجة لء وكده هو دا الكلام إن إحنا عايزين نحسمه إحنا كل تقول لنا دلوقتي مع من يمثل رئيس الجمهورية هو ده اللي يحسم القضية لكن تسيب ده وتطلع مع ده وتناور مع ده لا ما ينفعش مهندس حسام طبيعي جدا وشفنا مش طبيعي شفنا الأستاذ خير الشاطر مبارح كان مع الوافد الأمريكاني من كام يوم بنسمع إنه هو الأستاذ خير الشاطر هو اللي بيعمل وفاق ما بين الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكري أو الجيش قال أستاذ خير الشاطر طول الوقت كان في خلال السنة اللي فاتت دي يعني كان بيروح لقطر وبيروح للبلاد العربية وبيحاول إنه هو يعمل اتفاقيات دور الأستاذ خير الشاطر في نقول إيه في إدارة شؤون البلاد بشكل مختلف شوية طبعا عن المجلس العسكري المجلس العسكري هو الكيان الأساسي وجوده دلوقتي وترشحه كم في المية حيكسب لا بس قبل السؤال ده أشرف هو خير الشاطر عضو في حزب الحرية والعدالة ده السؤال لا أنا أعرفه هو اللي أنا أعرفه إنه هو نائب المرشد لا أنا أتكلم عن الحزب شفت برضو إحنا هنيكي نتكلم تاني على المرشد أساس جورج ده ده مسمى يعني حتفرق معك إيه حضرتك في إنه هو يعني عضو ده عضو هو الجماعة بتشتغل عمل سياسي هيمضوها هي الجماعة بتشتغل عمل سياسي طبعا ولا الحزب اللي شغل عمل سياسي طبعا حضرتك آه طبعا طبعا همان عملوا حزب لأيه طبعا واضح طبعا واضح يعني هو المشكلة المسمى كان لنا في الخلط ده وفي الفوضى دي طبعا عشان كده بقول له مين اللي يحسن أنا أحاول أحكي حاجة المهندس خير الشاطر للي بيشتغله في اللي ممكن للمجتمع العام ما كانش معروف مجتمع المصري اسم ما كانش معروف اللي بيشتغل في العمل السياسي بيعرف ان مين المهندس خير الشاطر بيعرف ان هو القوة الأساسية كانت في الإخوان وبيقال كان بيتردد دايما في الأوساط السياسية ان هو مش كان نمره هو نمره واحد او هو يعني لنفوذ للعقلية اللي بتنظم واللي بتباول يعني ايه فهو وضعه في جماعة الإخوان معروف للأوساط السياسية ممكن ما كانش الاسمه منتشر كنا نلاحز برضو ان الاسمه بدأ يتردد قبل كده على تشكيل حكومة فكان خلاص بدأت يطلعوه في العلن انا بكلم عشان ينشر الاسم في المجتمع العادي اللي ما يعرفش الإخوان المسلمين من جوه اللي ما يعرفش خلاص بقى كل حاجة هو خيرة الشاطر لو نفتكر من قبل ترشيحها رياسي عاوزين حكومة خيرة الشاطر طب هنعمل ايه طب رئيس يعني ايه خيرة الشاطر هو لدحال كون انه هو كان بيلف او يقابل او فيه مقابلات او 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 فاحنا بنعتبر مش انا انا بتكلم يعني المشاهدة العامة بتقول انه هو كان بيتحرك باسم جامعة الإخوان المسلمين اي باسم الحرية والعدالة انا متطفق مع انصار جورج بس انا بجيبها بالاسلوب تاني انا بقول لحضرتك على الواقع زي ماجد الوقت يقول ايه لا 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 الإخوان المسلمين مش في الشارع ما بيشتغلوش سياسة انا باتحكى لنفسي انا بس غيرت اسم جبت حاجة كده وحطيت يافضة قلت حرية وعدالة انما الاصل اللي بيشتغل والقصة والكوادر واللي بيطلع المليونيات واللي بيوضب للمليونيات مش الحرية والعدالة يعني في الاخر هم الإخوان المسلمين ده صح ده غلط لا غلط انما هو ده اللي حاصل كون ان انا اقول لا مش ده اللي بيحصل ده مش منطق انما ترشيحه لا انا باتكلم انا بقوله انا بقوله حضرتك غلط غلط اه طبعا غلط ما انا بقوله حيك غلط انما ده اللي بيحصل في الواقع يعني ما قدرش اقول لا مش ده الواقع يبقى انا بتحك على نفسي زي الحزب الوطني زي ما انا بقوله ايه الجماعة المحزور مش موجودة دول مش في الشارع ده بقى في حاجة اسمها حرية وعدالة بس لا هو ده اللي موجود وحتى الان الغلطة اللي عملوها من ضمن الغلطات الكتير قوي غير نزول استاذ خائط الشاطر وده اللي انا كلام فيه نعم انما البيان نفسه انه يطلع من مقر الاخوان المسلمين ده استهتار بالغطاء نفسه يعني زي ما بقول ايه فيه غلط دايما بيبقى في البلاد كده ايه فيه غلط والناس مغماضة لا ده انا جبتها لك صراحة وحطيت الاعلان وقلت اللي بيرشح خائرة الشاطر جامعات الاخوان المسلمين والمرشد هو الواقف مهندس وسام ما هو المؤتمر ده كان بيرد على مي على مالس العسكري ايو لا يعني كان بيرد ده 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 هو عايز يرد بص حاجة لا ممكن كان يرد حتى دي نقطة مهمة من خلال هذا المؤتمر في حزب الحرية والعدال ما هو رد برضه بنزوله ولكن هو في تخيلي عدم استعانة اصلا بالموضوع يعني ايه يعني بص يعني مصر با إثمار مصر با إثمار انا قلتاه كذا لا انا قلتاه كذا مرة الاخوان حصل عندهم وحزب الحرية والعدالة والاخوان حصل عندهم غرور قاتل في فترة وصيغة رائعو انا كنت ممكن اتخيل هذا هذا الغرور يبقى موجود بعد فترة بعد ما يعود ويعود في مجل الشعب وياخد حكومة بعد فترة يحصل الغرور ويحصل اللي حصل مع الحزب الوطني السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية يبتدي الغرور ينشأ إنما في ثلاثة أربعة شهر دي كانت مفاجأة لنا كلنا نعم كلنا ليه مفاجأة لنا كلنا؟ وأنا كنت لسه كنت بتكلم مع أستاذ جورج اتفقنا على حاجة على السلافيين قبل ما آه أسكى بطير إحنا كنا بنعتبر في السياسة يعني كمجتمع بيشتغل في السياسة أن الإخوان عندهم زكاء سياسي السلافين كانوا لسه داخلين اللعبة وبتعلموا تمام لسه بتكلم مع أستاذ جورج وكتبوا لحظة إحنا الاتنين اتفقنا عليها لا دا حصل عكس السلافيين طلع عندهم زكاء أكبر كتير قوي من الإخوان السلافين بيعملوا إيه دلوقتي واخدين خطوة الورا خطوة الورا وبياخدوا مكاسب معنى الإخوان يعني لجنة تأسيسية يبقى هو اللي فيها وهو اللي في التحالف وزارح يبقى هو اللي واخد مكاسب معاه بس لو نلاحظ رجعوا خطوة الورا فبقى اللي في الصورة بس اللي بيحصل عليه الهجوم هو الإخوان المسلمين وحزب النور والسلافين بياخدوا بس مكاسب وبقى هم الأهدى هم اللي بيحاولوا يتواصلوا حتى مع القوة السياسية أكتر وبالراحة وبيسمعوا ودي حاجة غريبة جدا ان هم حقيقة يعني انا بحييهم عليها بتعلموا يعني بكلم لعبة سياسة بسرعة قوي 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 أكتر ما احنا متخيلي انا في تأديري اشرف ان للخروج من هذا المازق ما عندنا شغل حلين ايوة من يمثل رئيس الجمهورية يضبط الإقاع وشباب الإخوان شباب الإخوان فيهم ولاد عبقرة ومحترمين جدا وسبئين الشيوخ بتحكم بكتير لأن الحرس القديم في الإخوان بيفكر بطريقة تقليدية وخيبة للأسف الشديد وفيها استعجال وفيها استحواز بس في شباب الإخوان ناس عظيمة جدا وانا عشان كده انا بقول انا متفائل لأن كل دول هينتهى أمرهم وهتقدم الشباب اللي بفكر جديد وبشكل جديد يعني لو تسمع عن ماذا حدث في أثناء المؤتمر الصحفي لترشيح قير تشاطر كيف استقبل الشباب الصغير بتاع الإخوان هذا بحزن شديد جدا دليل انهم فهمين وعيين ومدركين انا رأيي انه الجيل الصغير جيل الشباب هيعدل مصار الحرية والعدالة هيعمل إنجاز أكتر من الخضام عشان كده انا بقول انا متفائل أستاذ جوجد وجود طرفين مهمين في ترشيح للرئاسة الجمهورية السلفيين والإخوان المسلمين أو الحرية والعدالة تمام تفتكر احنا حنوصل في الآخر في مرحلة الإعادة ده لو بقى في إعادة لمين اللي هيكون ما بين اتنين هل هو هيبقى ما بين إسلامي إسلامي ولا هيبقى ما بين إسلامي وطرف آخر ممكن نقدر نقول المرجلس العسكري أو ممكن نقول المرشحين اللي بينادوا بدولة مدنية تفتكر مين اللي هيوصل في الآخر؟ إن أولاً السلوط الإسلامي أصبح متفتت بعد دخول خير الشاطر أه انت عندك خيرك الشاطر بس حيلمو وعندك بيئة واحدة بقى خيري عندك خير الشاطر أه وعندك عمينا وفتوح وعندك سليم العوة كويس وعندك آآ أبو صفايد حازم أبو صفايد حازم أبو صفايد كويس؟ أنا في تقديري أن هذا اتفاق ما مخفي ها؟ هيطلع لنا واحد قبل 8 أبريل ها؟ يبقى هو ده اللي مفروض أنه يعني يتبقى كل القوى وراه وهو ده يبقى المرشح الرسمي ده شيء خطير ولو حصل هيبقى الحزب الحرية والعدالة عمل غلطة عمره بترشيح خير الشاطر ده تقديري ها؟ المفروض اللي يحصل دلوقتي إن الناس تتكتل حوالين مرشح واحد أنا باقترح إن هذا المرشح يبقى له مجموعة مش شرط يبقى نائب واحد حازك أصدك على الإسلاميين ولا أصدك على اللي بي لادوا بدولة مدنية الطيور الإسلامي دلوقتي يعني فيه خلل شديد جدا والأصوات تفتتت لصالح اللي جاي اللي هو هيظهر بعد قبل يوم تمانية قبل قفل الباب الترشيح المتوقع اللي هيظهر ده هيبقى مين؟ أو بيتبع أن يتجاه عمر سلمان بوضوح كده إلي عايز التخبيه تمام فعمر سلمان هيظهر عشان إيه هو ده المرشح تمام وهو ده اللي المفروض يحيكسب يقال هذا أنا ما بجزمش تمام فإنت موقفك إيه بقى دلوقتي؟ موقفك إنك إنت تشوف مرشح آخر وتقف وراه كل القوى المدنية وبما فيها القوى الإسلامية أيضاً لأن الدور بتاعهم أصبح منخفض تماماً دلوقتي وتقف وراه حد معين يعني نتفع عليه كلنا ويختار مجموعة من حواليه واحد إسلامي واحد يساري واحد لبرالي يعني يعمل تشكيلة حواليه كده بحيث إن إحنا نخرج من هذا المطاب مفيش حل تالي ده سيناريو من رؤية حضرتك مهندس حسام أنا أزعم هذا أنا ما عنديش يقين رؤيتك إيه؟ أنا في حاجة منطفق فيها مستجر وفي حاجة مختلف فيها منطفق فيه إن لازم الكل يتوحد بما فيها أنا مش عاوز أسميها فعلاً المعاصكر الإسلامي ومعادلية لأن إحنا كلنا فعلاً مسلمين يعني يا مصريين إنما الأغلب اللي بيتكلموا في الطيار المدني مسلمين طيار السياسي آه الطيار السياسي مسلم ومسيحي إنما فيه الأغلبية برضو مسلمين اللي بيكلموا فالفصل ده بيدي في الشارع للناس لناس معينة مش عاوزين ندخل زي الانتخابات اللي فاتت تنتيمين ولا شمال فكافر ولا مصلم فأنا حقول برضو على المسلمين المدنيين المسلمين والمدنيين والأقباط المدنيين اللي هم المصريين بيشكل عموماً مفروض يتحدوا على مرشح مدني واحد فعلاً في الإعادة بقى وإحنا بنتكلم على الإعادة تخيولي يعني لأ أنا ما نشايف أنا مش مع السيناريو ننزول خائرة الشاطر لتفتيت الأصوات ده أنا مش مع السيناريو لأن أنا أنا ببص لانتخابات الرئاسة ببص لها على مرحلتين مش على المرحلة واحدة كويس فعشان تقول لي فتتنا الأصوات نزول وفتت الأصوات في المرحلة الأولى طب بس حد فيهم حيدخل إعادة ففي الآخر الأصوات يحتاج جمعتين يعني فما عملناش حاجة إحنا بنتكلم عن نتيجة النهائية مش بنتكلم على نتيجة المرحلة حصلت إعادة أه لا ما هو ما هو حضرتك صعب قوي أتخيل أن في مصر أي مرشح لأن الحقيقة برضو مع احترامي لكل اللي نزلين كلهم الطيار ما يسمى الجناح الإسلامي أو حتى الطيار المدني مفيش حد أنا شفته عنده القابلية والقدرة أنه يلم من المرحلة أقولها 50% زاد واحد أتكلم على العموم لأن كله ليه موزات وليه عيوب فما حدش طالع وده نتيجة نظام سابق فعلا جرفنا لمدة 30-40 سنة يعني فما رب ما فيش كوادر حد يقدر أقول إيه آه دال أنا كنت بتخيل عليه زي ما يقولوا في أمريكا مثلا الرئيس عنده 45 سنة أيو بس ده كان سيناتور في إيه ومتربي في إيه يعني القصة لها بداية إحنا كل ده ما تجرف عندنا وبنبتدي من فوق مضطرين لمرحلة مؤقتة لغاية ما نعديها نعم فلازم نتفق الكل بما فيها شباب الإخوان بما فيها أنا بكلم على العقلاء في مصر لصالح مصر على رئيس مدني يعدي بينا فترة يكون معاه زي ما كنا فاكر حضرتك كما كان فيه نسبة طالب بمجلس رئاسي وكنا إحنا كوافد نقول ما ننفعش لإن مين حينتخي بمين كله حيقول لأ هدو الوقت يبقى عندنا واحد منتخم بس هو داخل زي ما ستجرش بيقوله ومعاه مثلا أربع نواب مين 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 ده نعتبر نعتبره كمجلس رئاسي لامم الأطياف كلها نعدي بيها اللي أربع سنين لإن إحنا برضو قاعدين نتكلم على السياسة والدستور وده طبعا أهم حاجة في مصر بس نسيين الاقتصاد نسيين الغرق اللي فيها يعني أنا عجبني تشبيه اللي شاف فيلم تايتانيك الناس اللي كانت بتعزف الفرقة الموسيقية والمركب بتغرق وهم عادين يعزفهم الآخر نفس ففعلا المركب بتغرق اقتصاديا لنا كلنا وإحنا عادين بنتكلم كلام الصح المهم بس المركب بتغرق جماعيني يعني بعد إذن سيادتك خلينا نرجع تاني لموضوع الدستور أيوة أيوة معجب بالموضوع ده إنه نرجع تاني هستأذنك إحنا المفروض نعمل إيه يعني بعد ما اللي حصل ده والناس انسحبت والمجلس العسكري قاعد مع الناس اللي هم معترضين يعني السيناريو المتوقع ومفروض سؤال تاني كده لكل المصريين عملين يقولوا ومش المفروض ده هيقعد ستة أشهر عشان نطلع الدستور إحنا ليه مستعجلين قوي كده على الدستور لا مش مستعجلين أنا عايز أقول لحضرك حاجة بس أنه اللي خرجوا من الهيئة التأسيسية اللغنة التأسيسية بتاعة وضع الدستور ده مش بس الوفد اللي هو عمل هذا الكراك أنا رأيي أنه المحكمة المحكمة الدستورية لما خرجت أو الممثل للقضاء والأزهر والكنيسة كل ده يقدي إلى أنه يجب أن الناس تراجع نفسها ونعيد أو إصدار تعديل للمادة ستين اللي عملت هذا الإيرباك مش بس هنعدل للمادة ستين لكن عندنا أيضا معايير لأنك أنت لما تعدل للمادة ستين هتقول برضو الاختيار المجلسية الشعب والشورى أنا مش عارف تتعدل إزاي لكن في رؤية موجودة لكن هو المفروض دلوقتي أنه في معايير تحطت للاختيار إحنا مش قاعدين يعني ما حدش يشتغل إحنا عدنا ثلاثة شهر في مجلس الشعب قبل الانتخابات وكده نشتغل في مؤتمر قومي وكان فيه حوالي ستمائة بني آدم بيحطوا معايير لاختيار من سوف يضع الدستور وهذه المعايير موجودة الحرية والعدالة اللي هو دلوقتي كان بيتكلم طول عمره على المشاركة والمغالبة ودلوقتي هو في المغالبة ضرب بدعر للحرط وعمل تأليفها من عنده كويس الحاجة الأخطر بقى أنك أنت تعمل ورقة دوارة تكتب فيها اللي بيختاره فلما قوله النتائج يا أستاذ أنت عملت 72% لهم توجه إسلامي يقول لي هو أنت هتحسب علي محمد عمارة ومش عارف ايو ما أنت عامل الورقة بتقول للناس اختاروا دول يعني يعني شيء معيب والشيء المعيب الأكتر أن الدكتور سعد يبقى هو رئيس اللجنة ده كلام ما يفعشي فأحنا عايزين نعيد المنظومة من أول جديد ضروري تعيد المنظومة من أول جديد مفيش حل ثاني الناس هتنسحب من هذه اللجنة فانت ضروري تعيد المنظومة بعض القوى طعنا على القرار بتاع المادة ستين في مجلس الدولة وهيصدر القرار يوم عشرة لكن قبل ما نخش في المحاكم وكده مصرف خطر مصرف خطر الدستور ده مش ظهر الدستور ده بتاع كل المصريين يعني انت مفروض انه انه الناس تتوافق ده اللي قلنا من أول اللحظة نحن نريد توافق نحن نريد توافق ما بين كل القوى الوطنية هذه مرحلة التوافق الوطني ما تقدرش انت ابدا تعمل انت تنفرد بنفسك وما ينفعش فانت عايز تعيد المادة ستين دي بتعديلات دستورية جديدة والمعايير موجودة بصوا فيها ويعدلوا ويضبط في زي ما هم عاوزين سيد جورج مهندس حساب سؤال لحضراتكم تول اتنين هو احنا خايفين او القانين ليه اي كده من انه الاسلاميين او الطيار الاسلامي اذا كان متمثل في الحرية والعدالة والنور او الاخوان المسلمين والسلفيين في ان هم يسيطروا على الدستور احنا ياردت حضراتكم بس تقولولي ايه واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر امور احنا كلنا القانين من هم اللي حطوا الدستور عشان كده احنا انا هبتدي لان سيد جورج هو اللي مش يعقب يصلح لو النية سليمة والدنيا زي ما احنا بنقول كده وزي ماما بيقولوا التوافق والحاجة الجميلة وانتو خايفين من ايه وقلقانين من ايه امان بيعملوا كده ليه يعني لو احنا عندنا النية الجميلة السالسة السهلة لوضع دستور توافق زي ما بيقولوا كل راضي عليه امان ايه اللي حصل كده ليه امان ليه مرضوش يعودوا ونعمل لجنة بالراحة توافقية قبل ما يبقى انتخاب يحطوا الفين اسم لأعضاء مجل الشعب يقولوا اختروا مية في ساعة الناس مش عارفة حتى مين الاسامي دي ليه لانظام القديم اللي هو ايه قدامك ساعة ايه فيه الفين سؤال ما انتش عارفهم حط على مية ومش مهم انت هتحط على المية ايه لان فيه الورقة الدوارة المية محصومين ليه طب ما كان يعملها مدام النية كويسة كده يعملها بالطريقة الجميلة التوافقية اللي ما فيهاش مشكلة ايه اللي ممكن يحصل بقى احنا متخوفين من ايه الدستور والسالة جورجي يصلح لي مش قانون الدستور ده حاجة خطيرة قوي حرف جر في حرف جر في هيه مربوطة معايا حضرتك ايوه تدي معاني مفتوحة تانية خالص معاني مفتوحة والنظام السابق كان بيعمل فينا كده هيه مفتوحة شرطة اللي احنا حتى المجتمع العادي ما يبقاش مجمحها اولي الناس اللي بيحط الدستور حتى مش الاسادة القانون العاديين اسادة الدستور هم اللي يعرفوا الفرق بين الته المربوطة دي تعمل ايه في الكلمة ما بعد هذا في القوانين لاني ده مرتبط عليه كل القوانين وما تعمل شي عشان كي احنا كنا بنقول ايه الاول لجنة من فقهاء الدستور مع مصر مش معانا ولا مع استاذ جورج ولا مع مصر فقهاء الدستورين من في مصر بقى ايه لو قلت لي قلت لأستاذ جورج اه قلت لإخوان المسلمين قلت نحطهم بالترتيب من واحد لعشرين مش هنختلف مش ما فيش واحد هيختلف تماما نحط العشرين دول من واحد لعشرين بيما فيهم اي اتجاهات ماشي فقهاء الدستور يحط الدستور ويشل اتهي المربوطة اللي ممكن تبقى ديني بعد كده يبقى اول حاجة اول حاجة اتهي المربوطة والمفتوح نمر اتنين اللي برضو بيخوفنا احنا ماضين معاهم ودي الحاجة الوحيدة الميزة اللي حصلت مع التحالف زمان اللي هي ورق التحالف الديمقراطي وماضين هما وماضين حزب النور وكده اما بتدي الاقي حزب النور وهم بيقولوا ايه لا بس لا الفقرة التانية ما احنا كتبنها ده احنا كتبنها وكتبنها بالزبط وباللفز وماضين عليها كلنا وانت ماضي عليها وانا ماضي عليها وحزب النور والاكوان والسلفين كله ماضي عليه ايه لا او اه لو انها سليمة هنقول صعف وثيقة الاظهر وهي ممكن يعمل لحضرتك حاجة واحدة انا مسلم والشريعة الاسلامية دي بجواي لانا مسلم انما في الدستور بقى حضرتك لو انا ماشيت لك حاجات كده وجيت فقرة وقلت ايه وبص هما يلعب بيها للشارع بقى في الاخر في الاخر الفقرة حسب الشريعة الاسلامية حسب فتحتها فتحت فتحت القصة وهنا نختلف بقى هندخل في ايه في راعة ولا شمال ولا في سراء ده داخل وراها قوانين ده اللي يخوف انما ضبط الامور الدستورية نتفق على من واحد لعشرين لو انها سليمة فقاهة دستورية يعملوه بعد كما يدخل لجنة المية لجنة الالف لجنة المليون مش فرق عندنا سيد زرج بص الفرق الخوف اللي عندنا هقول لحضرتك انه هما يتحكموا في وضع دستورية هقول لحضرتك هذه مقولة يعني مقولة مش عارف ايه يرد بيها بطل انه يقول لك يا اخي انت خايف من ايه الاول الكلب في المضمون ما البداية غير مبشيرة والبداية مزعجة والبداية استحوازية الله هو انا هاعد استنى لغاية ما الدينية تغرق وعلى ايه انت دلوقتي لما تعمل حزب سياسي لك مرجعية دينية على عيني وراسي الدستور لا دستور بتاعنا كلنا محدش يحطه لوحده لو حصل لو الدينية تقلبت رأسه على عقب محدش هيعمل ده يعني انت مثلا بتتكلم انا سألت عصام العريان مرة قلت له قلنا ايه هي الشريعة والبداية والعدل والمساواة حد يختلف ده فيش حد هيقولك قلت التلاتة كام ودي مبادئ عظيمة وقيم عظيمة وكده يجي السلفين يقولك لا احنا عايزين احكام طب ادي نقطة خلاف انا كنت مع استادة رشد الغنوشي في تونس نعم هذا الرجل العظيم ها اللي عامل لو ده عمل اسرخ واقول يا اسلاميين في العالم كله شوفوا رسالة الدكتوراه بتاع الترسل الغنوشي اللي بيتكلم فيها الحرية في الاسلام واتعلمه اتعلمه من الراجل وهو اسلامي بكلمه كان كنت في زيارة في تونس وشوفته فقال لي احنا بنطالب بمساواة الرجل بالمرأة تقدر انت في الدستور ده تتكلم على المساواة الرجل بالمرأة وقلت لها مولانا فيه حاجة بتقول الرجال قوامون على نساء قال لي هنتشوف لها اجتهد فقية وعنده هذا الاجتهاد نتكلم على حرية العقيدة ولا حرية الاعتقاد قال لي لا انا مع حرية الاعتقاد فيه نقطة خلافية كثيرة جدا بص حريك الحرف بص القرب يعني بص حريك لو قلنا حرية العقيدة الاعتقاد حتفهم عادي يعني 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 انت بتكلم مع رجل اسلامي مستمير واخد بالك ازاي حاجة عظيمة جدا فال انا مش عايز دستوري بعقد ازعاد الاسلامين هم اللي حطوه بس الوحيد يبقى عقد ازعاد ما يبقاش دستور العقد الدستور ده عقد بين الشعب والنظام الموجود او الحكومة الموجودة او الرئيس الجهورية الموجود ده عقد بقى بيننا ده يبقى عقد توافقي مش عقد ازعاد لما تيجي تقول لي انا اغلبية هحطل في دستور ده اقول لك متأسف ده يبقى عقد ازعاد انا مش هخضع له ده وعندي عايز عقد عايز عقد توافقي انت بتعمل عقد انا عندي مثال صارخ للحطة دي دي بين الكل احنا دلوقتي داخلين المحكام على المادة ستين ايوة ايوة اهو لسه اعلان دستوري لسه محطوط من المادة ما كمناش في المادة ستين هات بقى فقاه الدستور ايوة هتلاقي خمسة قالوا يمين ايوة خمسة قالوا شمال ليه من حرف هل الحرف ده محطوط بقى عن قصد او عن عدم قصد مش هدخل في النيات نتعايزين نكرر المأساة بس كده اهو حرفة اهو نتعايزين نكرر المأساة احنا في المحكمة ومتخنقين بس كده النية مش كويسة هو ده اللي احنا خايفين منه لان التعدادات الدستورية كانت النية مش كويسة النية كانت خطيرة لو بصينا لللي حضراتكم بتقولوا ده بتقولوا بزي في المجال بتاعنا كده نعمل زوم اوت وانا نشوف الصورة اكبر شوي هل التحكم في التاء المفتوحة والتاء المغلقة وان الموضوع يبقى مفتوح اكتر على الاحكام الخاصة بالاسلام هل لو بصينا وبصينا على الدول اللي حصل فيها الثورة الدول العربية اللي حوالينا اللي حصل فيها الثورة وتمكن برضو الاخوان المسلمين في السيطرة بشكل او باخر على البلاد الاخرى دي هل ده ما يخلنيش افكر زي ما انا بقالي كام يوم عمال افكر في هذا الموضوع انه فيه امبراطورية الهدف هو الامبراطورية خد مثل تونس يا اخي خد مثل تونس حزب النهضة اخد نسبة عالية جدا لما ايجاي شكل الحكومة شكلها اقتلافية لما جاي اعمل الانتخابات بتاعت اللجنة اللي بتعطي الدستور لمدة سنة دي بقت اقتلافية جاب الياساريين رشد غانوشي جاب الياساريين وجاب الليبراليين وجاب التقدميين وجاب العفارية الزر بس المجتمع التونسي مش زي المجتمع المصري ده نموز يقدرون نتعلم منه وعدد سكان تونس مش عدد سكان مصر وموقع مصر زي موقع تونس ومش قوة دولة مصر ودولة احترمنا طبعا بدولة تونس قوية جدا لكن موقعها الاستراتيجي كمصر اكيد مزي ده احنا بتتكلم على ان احنا نتعلم من التجارب ده انت لما جيت في تركيا قلت ان لما جاء الراجل اردوغان وقال انه احتفلوا به في المطر الاف البشر تركيا الاسلامية وكده لما قالهم احنا نظامنا علماني كانوا هيدربوه بالمش عارف ايه هو ماشي بنتكلم على الموذج يقبله الجميع تونس ده نموذج نقبله الجميع ده اللي انا باتكلم عليه دون نتعلم من الآخرين ازا مش عارفين احنا نتعلم يعني نعلم نفسنا نتعلم من الآخرين من تجارب الآخرين يا اخدي تفتكر حيتعلموا من النموذج التونسي انا بتمنى لا انا حرجع حل تفتكر حيتعلموا من النموذج الكالتوركي لا انا حرجع لاحيك في حاجة انا قاسف جدا بس سريعا لانو مصر مش تونس فعلا موقعها وقياداتها ولكن هما متعلم من تونس ده بالعكس مصر أخطر بقى بمعنى تونس لو عملت حاجة جواه وغلطت وصلحوا نفسهم وهم ما غلطوش بقى ده هما اللي بدأوا الطريق الصح نفترض ان هما عملوا حاجة غلط ورجعوا ما بيتأثرش قوي على المنطقة مصر زي ما احنا بنقول مش بقى حضارة ولا سبعة تلاف سنة موقع قيادتها العالم عارب في وقت معين حتم عليها ان اللعب فيها من بره كتير قوي تونس محصلش فيها كده احنا لسه كنا بنتكلم عن سرق الفلوس اللي بتتصرف دلوقتي انا بقول العلم اللي حولينا يرفع قديهم عن مصر اه يعني ايه فده يدينا ان احنا مفروض نبقى احرص شوي احرص احنا اللعب الخارجي عندنا برضو دخل بتوقلي كبير قوي محدش يقدر ينكر كده ولا غلط انا عايز اقول لك حضراتكم حضراتكم بالنسبة للحكابي على كل من رشح نفسه لانتخابات الرئاسة يفتح سف البنك ويقول لنا الفلوس دي جات له منين وهيصرف ايه وهيعمل ايه بشفافية لو عندهم الشجاعة اي واحد فيهم ده المطلوب دلوقتي حاليا لان الفلوس كتير قوي ها والكلام في الساحة المصرية كتير قوي والقرى اللي اترفع لها عالم بتلعب ضرر مهم قوي في المنطقة عايزين نقفل الباب ده يقولولنا بشفافية استاذ جورج اسحاء عضو الحركة الوطنية للتغيير المهندس حسام الخولي سكتير عام مساعد الحزب الوفد انا مش عايز اختم الحلقة ولا اختم يومي ونقعد اتكلم كده لتاني يوم الصبح شكرا لكن للأسف وقت برنامي خلص نورتونا فان شكرا شكرا بكرة يوم جديد ان شاء الله يا رب يبقى احسن لمصر نهارك سعيد اشتركوا في القناة